الدنيا معاطية العهد اللي حتى يحد فينا ربما نريك تشوفوني دابو في هذه اللحظة غدا ممكن ما تلقونيش شح موحد فينا كتجري الرياح بمالة الشهيه السفن ديارو هذا هو حال الدنيا لو دامت لبقية في أسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حي ولكن كل شي فاني غير هو صعيبة أنه فاش كتجي شي ساعقة بدون ما كتكوني أنا كمخططة لها وهذا سبحان الله قانون دنيوي غالبا توقع لي بزاف منها حكاية الليلة الدرس جميل فإنكم قبل ما تختاروا الزوج الصالح أو لا توافقوا على الزوج الصالح ضروري أنكم تشوفوا العائلة دياله لأنه عندها دور كبير في الحلاقة ديالكم ما تمشوفين أبقوا معايا سلام سلام مرحبا بكم إلى قناتنا اليوتيوب السلامي لي كنتم من لكم تكونوا وفي خلال الأخير أموركم هني أحوالكم طيبة المؤنسة ديالكم عادة إليكم من جديد من أي بلصة كتابعوني كان بطل لكم سلامي الحار وإذا كنتم من الأوائي اللي كنشوف تعليق ديالكم كتشوفوا هذه الحاقة تنقول لكم كوكو شكرا لأنكم أوفياء شكرا لما زال بقي معايا شكرا لكي شجاني شكرا لكي يأخذوا من وقته كيف يفرحني بكلام طيب وكي خلي تعليق جميلة لأصحاب الحكاية شكرا لكل ما تيدعمني ولو بأنه يضغط على زر الإعجاب وصراحة فمن لم يشكري الناس لم يشكري الله وأنا عارفة بفضل الله تعالى لو كان ما كنتوش أنتوما مدعميني ما كنتش غدا تكون اليوم في هذا المستوى والله الحمد وخامزا الأطمح لكثير ولكن أنتوما اللي غدا يتوصلوني لي فما تنسوش أنكم تغطووا زر الإعجاب من تحت المسيكري فيكم تشي مجهود وهذه القناة تشاركوها مع أحبابكم وصحابكم شكون ما كنتعرفوا باش أنهم يستفنوا من القصص دي الناس ما كرهش أنه دراري إذا كانوا تشوفوني شي حاد وليس عندكم في عائلتكم شي دراري عندهم حكاية قصص يتواصلوا معي ما غديش يكون حوار مباشر بيني وبينهم غايكون عن طريقنا شخص لي هو ذكر ولكن بغيت نسمع الحكاية ولا القصص انتاع الذكور لأنهم تهم عندهم قصص ومشي دائما غير البنات اللي مضلومين غلي خليكم التحت فين أنكم تخليوا لي الحكاية دياركم ومن تتعطلش عليكم أكثر من تتواصل أنكم تغطوا لزر الإعجاب التحت ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا لوبناء في حكيتي ما محتاجاش أن أتعرف فيها الطفولة ديالي لأنهم عندهم حتى شي علاقة ولكن غديمشوا مباشرة لما غديمتعرف في الفيسبوك على واحد الشاب اللي كان خدام مع الدولة والعمر ديالو كان أنا ذاك 31 سنة وأنا كانت في عمري 25 سنة اهضدنا في شهر 6 في شهر 8 يجال دارنا وفي شهر 11 قدرنا خطبة اللي كانت بحل العرس في تركاب الأخواتم دارهم ما بين تكليمة وما بين الخطبة اللي كانت كبيرة نقولوا لي إحنا عرس داروا عليه وقالوا لي بلا ما تدوج بلومنا وهي رمم زياناش بحكم أنه وعائلتي كانوا معروفين في ذاك المدينة وقالوا لي لا رمشي من المستوى ديالنا وبقاوتي يقولوا علي يحويج اللي كانوا ممزيانينش ولكن هو وقف كل شي وقال لي هم هي مناش نخلاق بغيتوا تكملوا معايا مرحبا ما بغيتوش أنا غدي يمشي لدارهم وغدي نعطيها صداقة وتدير لي قسم الله وتجيل عندي همهم من بعد غدي يحاولوا أنهم يفرقون عليه بالسحر بالشتم بالتهديد بأي طريقة ولكن سبحان الله يضرب بمنزش الإذن ديالو في شي حاجة راما ما تتأديش واخد الجامع عليك الدنيا كاملة المهم دفعنا لوراق ديالنا كانوا كيخصوا الموافقة من الخدمات ديالو غدي تعطلوا علينا واحد شوية حيث كيخصوا الإجراءات مع الخدمات ديالو ووسط هذا الانتظار كانت مو كل مرة كتعيط لي وكانت قول لي لوبنا فرقي عليك والدي أرى والدي ماشيت يالك كانت قول لي الكلام حيث كان زوين علي وكان كيتستاع علي وحتى أنا كذلك دووزنا مشاكل العائلة مجموعين وعمره ما تخلى علي ولا هزع لي صوته ديالنا الخطباء لي كانت كبيرة وعلى شكل عرس داروها اللي واليدية هو غدي تكلف بالحاولي الحويش والخاتم بابا رفض باش أنه يعاونه باش أنه يخلي الخاطئ بجال يعاونه حيش كانت يقول لي ما تكلفش راسك وانتا يالله بادي وما زالتا بعينكش اللحويش غدي تديرهم تولوبنا دلنا الخطبة وفي هاد النهار في اللحظات ديالتركاب الخاتم مو طاحت زعمه بالمس ووسط الحفلة وبدأت تقول لهم أرى والدي عنده استحر ورى ما شي هو هادك وحلفات ليه ودقول واش تركبو الخاتم وقوة يقول لهم يا أمي أنا سأركبو ليها فجاجتي باش يركبو ليها عمر لي ما نسموه بدأت تقدر بلي على كتفو حنا صافي كنا بغينا غمسها لكل شي حيش ما غديش يدوز على خير حتى خرجوا إلى بره وخرجت معهم أمو وخويا وبابا عاود رجع عندي الخاطئ بجالي والناس كي يشوفوا بدك يطلب مني سماحة بيني وبينو سمحي لي حيش ما قطعتش الحلوة وما لبستش تكشيطة بيضا حنا كنا قلنا غدي نديروا للك الخطباب لما غدي نديروا عرس لأنه كانت شبه العرس أنتنا وغير الوراق ديالنا يخرجوا باش مشون نعقدهم مع بعضياتنا مو يمدوزنا دك الشي وطفرقنا لغد لي عيط لها سوولتها سلام خالتي في لانا كيف بقيت كتقولي يا وش كتضحكي لي يا ديتي لي يا ولدي وبغت قتليني بهذا المعنى وهذا الواقاحة كان عيط غير باش نسوول عليها أو هي كانت كتبني حتى ولا هو عارف كل شي عارف الحقيقة ديال دارهم كانت يجيل عندي من مدينة فين خدام لمدينتي ويقول لي ما تخافيش أنا معك وما تبقيش الدول عائلتي أعطيهم تساع رك عارف بلي أنهم سحارين وديما تقذفو فيك كنتك أقول لي لا أنا كان بغيك أنت وممسوقش لديك شي كامل المهم واحد نهار وما غدي ديروا سباب لأنهم بحيلة تقبلونا غدي عرضوا عليا أنا وماما وبابا فاش دخلت حتى تصابو جالي في الدخلة ديال الدار ديالهم وأنا بغيت نرجع لنبسه غدي القاعد مقطع من القدم واحد شوية ما قدرش نقولها الماما ولكن قلتها الخاطئ بي مشاك يغوت عليهم وبدوك يقولوا لي لا راحنا ما عرفنا ولو بدوك يغوتو ونضي صداع وقالوا لي بلي أنت مسخوت وما يسخطوا عليه جال عندي وقال لي يا اسمعي لبنا هذوك عائلتي وأنا اللي عارفهم ما تبقيش تعيطي عليهم ولا الدوي معهم وهذه أخر مرة قدي نقولها لي كنت بره منك فعلا قطعت معهم واتفادينت المشاكل اللي كانوا مبيناتنا فاشقربوا يخرجوا لنا الوراق عيطت لنا أمو وقالت لها راني مريضة وخصني العملية ديما كانت طمعة فيه وكانت أو بالأحرى كانت طمعة في فلوسه نادم سكين وخفوا وسط توجد غلي تسلف ويتكلف بحكم أنه في انتظار العقد شرادار وبقى ملاهيكي يقتت فيها وكل شهر كانت يشري حاجة وعيط لها قالوا له ابن حبيبة يسولني وش هدي عجباتك وش هدي خصاتك كنت نقول لي ما تدر والو فلان خلينا بشوي علينا ونضروا تكشي مجموعين كنت كان عيط لأختي في دورة واحدة اخرى وكان قوليها عشنا بغيت ناخد وكنت سعيدة وفرحانة قمة السعادة ديالي ماما وبابا كانوا حتى هم معاونينا مساكن ماديا كنا مقاتلين مع الوقت بمعنى الكلمة ستر واحد النهار خرجوا لنا الوراق وفرحتنا ما قدتنا بها الأرض أخيرا غادي خرجوا لنا ونشطنا وضحكنا وقاليا غادي نجي وغادي نعطيك الصداق ديالك كان يقول لي بابا أنا ما بغيت منك الصداق لا والو غير دير بنتي لوبنا ما بين عينيك كان يقول لما ما خالتي ما تخافيش بنتكرا هندير كل شي على ودها قصغير عشر يام ويجي أنا سيد بدأ كيعية وكيشي هردها نعزاكم الله كيمشي عن طبيب وتيقول لي را عندك الكلاوي شو يقول ليه اللا را عندك الحجرة في المرارة ما خلوا ما قالوا ليه وشال عن طبيب ديال الخدمة ما بنت ليهواله سيد لحالة ديالو خير غدا وكاد تدهور وخير كيعية وتشي حد معرفة شو ما عنده أنا سنقول ليها اجيل هنا ركين واحد سيد صاحب بابا دوزل عنده تيقول بابا ولكن عميرة معطونيش لإدم باش أنا ننجي لأنه ما كانش ليجي في بلاستي كل شي خارج كونجي ديك عشر يام أغدي مرض فيها بزاف وما بقاش قادر يتحرك دوينا الجمعة ودال معي بلي أنا وغدي يجي على حساب نهار الحد بالليني إن شاء الله أنا بلا فرحة مشيت الحمام وضحكة وناشطة مع أخوتي وكل شي كان بخير باش أنا نديره عقد وصل الليل بدك يقول لي يا عفك غير خلي نعلو بن عسو حد شويرا نعيت بل سيد رغم درونجي سافي خليت يرتاح نهار في السبت الصباح غدي ندوي معاه بلي يابلي أنا ومشي هوادك ديك ساعة غدي نعيط على أ وقلنا لعب لأنه رو والدك عاش نواق عليه قلت لي نا يوصافي وولدي رو ما وق عليه هوالو غير عيان مع الخدمة ولا حجيش بغي يدخل راسه في المشاكيل دي الزواج كنت نقول لي لا خالتي رو والدك مريض وانتي واش مكتحسيش ولا علاقة مع هذلك كلام يكاسا كتقولي دابا ولكن والو ممسوقاش وممشتش لعندو أعيدت على أخوه ووالو وصلت السبت ثلاثة ديال الشياء كالقصيد باللي أنا وحالته وما قادرش يهضر نهائيا أفمه عواش طلبت منه باش أنه ويجهد الصوت حيث كان واحد يصحبه وحده وقلت لي عافك أخويا أعتقر أني معرف شماله هو مشاكي عيث الدراري اللي فلتحت معهم في الخدمة جوتي يجريه الدور السبتر المحلي تقولوا بلعناهم على أساس أنه ما عندوش الأكسجين بعد واحد الساعة ديال المقانة هاوضوا معي وقال لي ما تخافيش أنا رعني مزيان ولكن بعد ساعتين ولا ما كملاش كان عاود نصوني لي ما قادرش يجاوبني غير صاحبو اللي كان كلف بالتليفون ديالو تقول لي رافل ما وقع لي ولو غير صغفا ما تخافي أنا تقول لي العارة أخويا غير عتقوا غادي حولوهم السبتر المحلي السبتر ديال المدينة الكبيرة حيث هو كان في مدينة وأنا كنت في مدينة كان شوية بعيد علي أنني حسن وصل لي وهنا فين غادي سبت القصة ديالي ديالك سبتر حتى حد ما مشى عندو لمو لباه غادي مشي أنا وماما وبابا واختي وخالتي اللي مربياني غادي مشو بالسبت بالليل بمعنى النهار لحد ما كيش اللي هضر معاك سيل فاش وصلت ما بدوك يديرو لي التحالي وبدو يقولوا لي نحقا رام قطوع لي العرق شوية لرام شوية شوية لرام عندو ولو قاليهم بابا أنا غادي نتكلف بيه ونديل واحد لكلينيك اللي هو معروف ومشي عندهم طلب منهم موافقة وعطوها لي عطو لي لي إذن دينا باش أنا ويدي العملية ولكن ما نشحتش ليه ورجعنا لسبيطة روح داخر فين كيني الآلات اللي عندهم علاقة بالحالة ديالو المهم رجعنا لتمام جديد شكون غادي تسوق ليك ولا احتبالو عليك والوالو لأغلبية ديالهم كيبغي وغير الفلوس واش حلبالكم مش حال خسرت ديال الفلوس غير باش أنا ندخلو غير نشوفوه دور مع هذا أعطي لهذا دخلت عندو شافية وراسو غاديو كيتنفخ بديتك نعيط على الفرملين اللي كين يتمة أعافكم العار لما اجيو شوفو فلان شنو واقع لي مالو كنشوف راسي كيفاش كنت بغيت نطير بالفرحة حتى كالقراسي لابسا لبسا ديال السبيطارات من الفقل تحتو مصدومة كأنني في حلن ولكن تخيلو معي في نفس الوقت كنت نقول فيها خير راقتي ولي مزيان ولكن كل نهار ما كانش يكون مزيان وحالته غاديو كتتضهور الكفس دالو ليح عملية مع ثلاثة ديالي سهوليني واش كي ياخد هو اللي والش يدوى كتلي هوم اللاور اصلا ما تيكميش وما كانش كي يدير شي حاجة خايبة اللي تقدر رزع ما ت ادي بها انه هو ياخد بها الدوايات المهم دارو لي العملية من ثلاثة ديالليل حتى الثلاثة ديالصباح جفري ما قدر شي تتد هوا ما خرجوا عندي اه صفي الحمد لله ارى نجحات لي العملية على ثلاثة تقوم ايه والحمد لله ضارو بي ثلاثة نتاعة الاطباء والاستاجير الله اعلم ما كانش يعطني الاخبار المهم قالوا لي غادي نكونوا معاك صارحة لبناء ارى غادي يقدر رجلك يبقى في الكرسي متحرك وربما تكون عنده عاها مستديمة قلت لهم ارى ماشي مشكيل انا بغيت غير بقى نشوف كيف مما بغى يكون باهل ذابه مجاش واخوته كذلك موجات وقلت لهم بغيت ندخل قالوا لي هلا الحاجة ارى غير في لنا اللي عندنا في الوراق عندها الحق حيث كنت عطيتهم ورقة مشي العقده ولكن كنت عطيتهم الورقة بلانه باللي احنا را دافعين باش انا نتزوجه اندخلت لبسوني عاوتاني مرة اخرى بديش كنشوفي وكانعنق فيه ولكن شو سنعنق كنت كانعنق وكانبوس وكانمسحلي وكانجمع معاه وكانعود لي كنت اقول لهم وشو تسمعني تقولوا لي غير حاولي انك لبناء متكتريش لها ضرورة انك انتي ما تصدميش فاش كنسولهم على حالته تقولوا لي حقا الامل كله عند بولانا واحد طبيب كل قصوحية القلب اللي انا ما فهمش منك يجيبوها جاقال لي يا جا ما تبقى يتضيع فوقتك وفي الطاقة ديال واليدك انا ما غاده يعيش ما غاده ندير ولا شو غاده نقول انا بقى عايشة وسط الصدمة ديال الحالة اللي تقلبات لي ارى غير من نشاك الحزن في لحظة كنت كل نهار كنت أمشي عنده يوميا ما كنا كل ما تنشرب تخيلوا باكد ولموت قلنا راحنا ديرين طاجين كل مرة وشونا شونا مطيبين انا اقسم بالله اذا الدغمة ما كانت دوزليا المو مكنش كان قدر نشربه كنت اقول اذا شربت غادي توقع شي حاجة جاني الهاوس فكنت كان نشرب غير جغيمة باش انني على الاقل نريق تخيلوا معي كنت كان دير قيام الليل في خمسة حتى لست نركعة سبحان الله كيفاش الله اعلم المهم من نشوفه جويه زوج من بعدها كم دا كان صليحة حتى السبعة ديال الصباح امه كان جات حتشفته ورجعت في حالها وبقيت كان عاني معه ببوحدي جا واحد اخوه من واحد دولة الاوروبية وعطاني خمسة درام دراليا فيدي كيفاش وليش دراليا ما كنتش عارفة كنت مغيبة وما وعياش ولكن داك اخوه مقارنة معهم كان حنين كان يقول لهم ما تدوي وش معلوب نعطوا هاتساعة كنت كان عايت لعائته في تليفون ونقول لهم اراني من انتا ندخل عنده اراني انتا نحس به بلي انا وحس بيا وراهوتي يشوفني هما كانوا يردوني ضحكة بيناتهم كيفاش غادي يحس بيك واحد نهار قلت لي ها خالتي اذيك نهار دخلت عند فلان وطلقت لي القرآن وحسيت به ارتاح بدتك اضحاك علي بكل واقاحة وقلت لي يا على اللي غايبتي يحس ما ديت ما اجبت بدتك نقول غير حسبي الله ونعمل وكيل فيك انا ماشي غراضي بهم انا غراضي به هو دل كل شي على قبلي ما نقدرش نتخلى عليه ببساطة وكيف مما كانت يبقى وادوك والديه دل السيمانة اللولى اعطينا فلوس سيمانة الثانية كذلك والدية مرحلين معايا اختي وخاتي ارجعوا في حالهم انا بقيت ما مع والدية كالسين في حدار داع خالت بابا اللي اعطتها لنا قرر بلدك الكلينيك دغية كنوصلوا ودغية كنرجعوا كنت نعيض علي كل شي في سبيطاء كنسولهم كيف يصبح فلان كيف يصبح وكيف يصبح فيه الامل او ليلة تخيلوا هو مغيب لحيته غدا وكالطوال وانا تقول صافي هذا امل من عند مولانا باللي انو ما يقدرش يكون ميته هي كالطوال ليه كان بقى كان نقلب في يوتيوب في جوجل ما خليت فين قلبت والتي تمهوسة والتي كان نعيض على الاطباء وكان بدأ نسهولهم شهم طبيب صفت اللي هيتو سيجاله ولكن ما كانش ليعطاني راس الخيط ولا شنو واقع ذك شيري واقع ليه غير طبيعي ومفهم شو ممعروف مو يندخلنا للأسبوع الرابع وكمشي كنشوفو كل ليلة كنطلع لاجلي كنقام غادي نوتي زراغو ندخلت عندو داك النهار وطلبت واحد ليه ودورت معاه عافك راني غادي ندير ليه خي القرآن عافك خلينا ندخل التليفون انا ذاك كل حد فاعطاني الموافقة دخلت التليفون وشديت لي فيدي ودرت لي صورة ياسين مع صورة الإخلاص والله ما نكذب عليكم شو يبدأ تكتب لي يا دمعة من عيني اللي سرى زيت تكنبكي والتأكد باللي انه تسيد راتي اسمعني ولكن ما كنش اللي غادي يحس بيك ولا يعقل عليك تنقول ليه انا غدا المدينتي نجي بشي حويش ونجي وانا ذاك كنت داين الخاتم دي الزوار في طباعي خرج من عندو وانا مرتاح احسيت به حتى هو ارتاح خرج مشيت للدار تيقول لي في الدار كولي انا وانو ما قادراش همان يعطوا مع زوجي الليل انا دلت قيام الليل داتني عيني على صليتي حسيت بيدي رجلي انه تنملو عليا والخاتم ديالي وقسم بالله الى تصير عليا وضرني ولكن كنت نقول اذا حيتو غادي يموت وغادي نسمع لي خبار ماشي هي اديك وياه على احساس اللي ما نبغيه لتشي حد ما قدرش نحيي الخاتم فقط معدت من يدي الصباح وكلقى غير ماما اما بابا وراجل خاتي مكينيش غدا نعيض على بابا بدع لي انا غير هنا انا غير في القهوة انا غير تقول لي اواموش مشيتو عند فلان تقول لي لي لا ويحلفوا لي يبالله هزي التليفون ديال ماما رقيت بي انه قال لي ها رافلان مات كل شي كان عارف عائلتي وعائلته بي انه مات انا الواحيدة لما كنش سيقى الخبار هاشمن خبار اصلا غادي نسيق له ماتيقشو في اللحظة ما كانش عند بالي بي انا وكل شي عارف انا غادي ننوض غادي نحنه وغادي ندير التعبئة انا ادري الواحيد درين اللي خدمت مفصل بيطار بشان انا اتأكد لي ان اوديك الهضراء ما كنش دخلي انا مخي قلت لي اخوي عذاك نسيلك وما تكدبش عليها قال لي نعم اختلوبنا بعدها قال لي وشركت غالسة ولا راك واقفة قال لي حتى شبغيت ندوي معاك اوه قال لي اقلسي انا وقفت في بلاستي قال لي نقول لي وما تدري والو في بالك وهد شي كاين ومكتوب الله وبدأ يدخل ويخرج في الهضراء ونادشي كله جيني فودني خارق وتقيل كانت سنغر يقول لي شون الخبار شوي قال لي يا البركة فراسك اشنو معاقلت علي حتى شي حاجة من غير انني بديت كان بكي وكان غوط ونتحلت البارك وغادي نجري فيه شدتني ماما وديكسيدة اللي كانت كتعون خالتي في الدار شدوني وانا والو مقدرش نتشد لهم تجروا وانا نجر معاوشو قال لي انا ذاك راسي ندير واش نتاحر واش نتلاح ما عافش خبط التليفون ديالي انتفت شعري وحيت السنسلة ديالي قطعت البيجاما ديالي وما خليت مادرت تقيت هبطة في الدروش اقسم بالله اذا هبطت حفيانا وما عاوش كيفاش حتى اخرجت وحالتي حالة مشيت للتاكسيات تنسولهم واش كتتمشوا السبيطار كنتي قولي يا ماركا ختيش من واقع ما مالحت علاج اللابتها وتابعاني كتجري ديكسيدة كذلك ومثال انا وصلت للتاكسيات البيضين وصلني السبيطار معت سعودية لصباح التما مشيت مباشرة البلاستو ما كان لقاش فيها مشيت لعند واحد في الاستقبال وصولته عافك اخي انا مزوجة فلان لي كان ناس في البيت الفلاني في نا هو تقول لي يا داكسيدة على ما عيضوش لك؟ ودار واحد الضحكة قال لي يا راه مات كيف عاش مات؟ لا راه ما ماتش اراني خليت يحيي واش كتتضحك لي يا؟ ودخلت فيها واس بس تنضحك تنضحك العقل طال لي يا مبلاستو قالوا لي يا سيري المغسالة على البلاستو مشيت لي هكا نجري ما خلونيش ندخل وكانت يبالي شي واحد مجبت مكفن وياه على احساس تنقول لي هوا 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 هادا ونبكي ونضحك ما مكتجرني من اللور تنقول هاداك لي تم عافك بغيت نشوف خير وجه وراع راجلي هادا الاختي ما عندكش الحق انا مزوجة ليك في المويمة اخر مرة تيقول لي غير الله والو ما خلونيش تنعيد على باباتي يقول لي لا راه ما كينش شما غير خرجي رجعت بحل شي حمقى خرجت لجهة الباب وكنشوف الدنيا كالدور عليا كنت منان جمعانوية حتى صدقت نشوفه في صبيطرات وفي الاخير وهو مية مكفن خرج على برة وهو ما مخرجي نفطه موبيل ديال كل نفس ضائقة الموت تنقول ليهم والله ما هو كيفاش انا خلي توحي بديت انضحك وجاتني هستيرية ديال الضحك واحد الراجل غادي يجمع معي وبتصرفي قا حتى فقت مبلاسي هو تيقول يا طلعت تامحي معاه وانا تنقول لهم لا راه ما شي هو واخا انا غادي نطلع ولكن غير فهموني راه ما شي هو خفت غيبت اخوه عليا الما بابا وماما مساكن حتى هما تخفوا انا محسيت محتى شي حد تيب اللي اخير هو طلعت لعنده الصندوق وتنقول لي اياك قلتي ما غاديش تخليني وعمرني ما غادي نخليك فينا هو الوعد اللي اعطيتيني علش مشيتي بكري وخليتيني وحدي بقيت نعنك الصندوق ونبوس ورحت تزهر ونمسك عاطية طلبتهم انا نشوف وجهه اعره لي الصندوق شوية غا نشوف الوجه تيالو شو غادي نقول لكم سبحان الله ويا على نور بسو جبهته وقتلي عفك ما تخلينيش راك مميات شراك حي ونبكي نبكي ومن جديد غادي نفقد الوعي غادي يوقفونا جدار مياه شكونتية ورناول وراق ودزنا من امتحانات من جدار مياه اللولين والثانية فالطراق كل هولان مكوون قولهم يا ربيراني ما بغيتش نوصل بالزربة يا ربيرا غير بشوية يا ربين تالي على المشنو اللي في قلبي اني كانت تحرق وصلنا لدارهم وهنا غادي تبدأ رحلة مع قصة واحدة اخرى واتخيلوا دبا معايا وما دخلوش دارهم وما دخلوش وصندوق ما عروش عليه ويقولوا لي احنا رام سامحينك وراهولي خاص يسمح لكم راه اذا ما سمحش لكم ما عندكم فين اصلا تروحوا جاو صحابو دي الخدمة تجو فيهم والو كل شي غير تضحك خدوا معاقلينش عليا وتركبوه في الطموبيلة دياله وبدو يسول على الدار اللي شرا وعلى الفلوس من دابا فعزاه قاعد الحقارة انا كنت نقول لا هذا غير حلم وغادي نفق منه اكيد عائلتي وصحاب بابا كل شي تبكي ويقول لي صبر وانا مقداش من السعب هذ الكلام اجلبة باش مشيت باش بقيت حتى جابت لي اختي حويجي ما حاولوش يعطوني حتى ما نلبس مدفننا رجعوا انا بقيت حتى القبر واشتو البرد وانا معا نلقى القبر تان بكيوكا نقول ليها واش هدي يدار لي واشتي لي افلان العار العار لما انا بغير نسمع صوتك واشي حاجة واشي كلمة عارل ولكن لا حياتها لما نتنادي طيبا يا بابا وخويا واختي استطيع اقتربوا عليها تعريوه عائلتي كلها كلا واحد في يقلب حتى الآن انا قبروا ايجزوني وقوموا انا بدلت لي اختي الحويجيالي وارجعوني الضار ديالة كنت نرى كل شتايا كل فاشح اضحكوا وقفت عليهم وبدأت تقول لهم واذا ترسلكم المكلاة واذا قادرين انكم تكلو ادفعوا الان ادفعوا نموت لقد خ Ärسكار شد خارك اظهرو لنصير ستقاه اضيقى و انتظرين اين بسان ايش و انا الحنينة وانا اصبحة عمي و اتبعوا بلمعنى اصلي ادفعوا انتظرين انتظريني ببني اكتنا ادفعوا انتظروا انتظروا انه الماء قد قلت لي وصلت ثلاثة ديالليل غيبت وليدي السبطار بقيت يومين فقد الوعي غيبة ثمين نهار الثالث فقط جابه بالدنيا الضار وهذه كانت قصح لي كثير وكثير بقيت كان يوم هنا فين كنت كنت ندوي معي فلان وهنا فين كانت يجيس معي فلان بيتي ما بقيتش قدر ان تخليه الحواج اليوم ما بقيتش قدر عليهم ما بقيتش قدر ان اكل ولا نشرب مشيت عن الطبيب اللي ولح وقال لي ومرأة عندها الهوس صفتني عن الطبيب نفساني اللي ما هو واحد ما هو زوج ما هو ثلاثة خرجوا لي كينات ديالنعاس وشهرين وانا ما عقل على والو غير نعسة تنفيقت ان كل الدوابش انا لي ما نتفكرش ونرجع نغيب وليت بحل الحمقى بدل لي الطبيب وهات جديد قال الولي دياللي انا كان يعيش حزن لي وشديد وما غير قدرش نبرى منو الا اذا قوة راسي مشيت عطاني الدوابش انا ينسدن وبدأ يحفزني وبدأت نقول بلي انا وخاصني نوقف على وجه بابا واحتوجها ماما لانا وما يستهلوش مني هادشي كامل ما نقدرش نزيد مازال نعذبهم اختي قرب العرص ديالها وما بغادش تديرو علاقة بلي انا تنقول لي اللي اختي ما تحرميش راسك من حقك انا كي تنشطي انا مكتوبة هو هذا وانا كان صرفه ما بغادش تديرو لانا وكان غايكون عندنا في نفس الوقت قناعتها وقلت ضروري نوقف معها وانا كل حزن داست مدى على الوفاة انت على مرحوم واصل من نهار ديالختي وحاوت انا نبتل من حالتي وانا قد ضفاري وشعري على قبلها اما انا كنت ميتها الداخل في غير الشسد اللي كان حي ما خليت مادرت وما خليه وما داروا لي في الدار غير باش ننسوه نفوج اوما مع لابا هومش انا ما تنفوج انا غير كان زيد كانت تقزم فاش كانت تفكره في كل لحظة تحياتي كنت نقول لهم انا وليت بي خير ولكن من الداخل ما كنت قاع بي خير في عرص ختي كنت كنت نضحك ظاهريا والداخل ديالي كيبكي كتنزل لي الدمعة وكنقول لا انا خاصني نفرح هذا النهار ديالختي اختي كتدور وكتقول يا خير سمحي لي انا مزوجة اقسم بالله اذا نهار حرسها ما خليت ماندير باش انا ما بقاش حزنانا وكنت فكروا ولكن والو بنت خلتي دارت ستوري ديال العرص ديالختي وشافوا العائلة المرحوم وعيطوا لي في التليفون كيف شالوا بنا راك ينسيتي وانتي عايش حياتك وهنا ابدأت المعاناة ديال السحر معاهم بدوك يعطوني لاتك باختصال مفيد لهذه المرحلة اللي ما في دفت شي حاجة بدوك يسحروا لي واخوه الاخور تسيبني في التليفون يالفعله يالتارك بدتيك تسبغي شعرك من دابا خلي حتى تكملي غراد المودة وهذه 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 واحد الوقاحة واحد تدخلات انا كنت كناظر مع امت المرحوم ونقول لي اخالتي وانتي مانسيتوش ولكن هذا سيكون اعرسي خصي خاصني نوقف معا لا مانسي نرجع ازا لا انتي بغا تدبري في بلاصة احد اخر انا اجل احد اخر وانتي اللي قتلته فعلته وتركته وانت قل لي وانا مش مشكلة اضعوا التليفونات جولة اضعوا اي حاجة بغيتوها عند البوليس وخليهم هم يدروا التحقيق لهم وانا قتلتهم هم غير غادين وزيدين فيه وتي خلقوا في المشاكل زادوا في السحور اقسم بالله الى الناس سيجلقوا تصويري في الغابة وانا كنت تجلقى شح من حاجة قدام بابنا كل نهار تجلقوا حاجة كاميرا جيرانا وقسمك جدا تخوه طالع الدار عندنا من مراها تجلقوا حاجة قدام بابنا على درجة انا وحماقيتو بحيلة جنيل وسواس اهنا دخلنا في عالم واحد اخر الرقية مع دارنا مبقيتش مع الدبا ومن جديد تمحنات معايا ماما وقلت كان طيح مرة نطاق مرة لا مرة نبكي وبقيت بحيلة كاما صمرة الحياة مدة من الزمن سيجل واحد نهار واحد رقية قال بابا انا بغيت منكم حتى شي حاجة حيث كان صديق دي البابا من غير الفتوح وان شاء الله سيتبرا لك بنتك ابي حتك سيد تربيه السبب والحمد لله شافيت نوعا ما ولكن ولينا عاو تاني فتشويه السورة واحد اخوه كل مرة يصيب فيسبوك بتصوري واسميتي ويقول هذي ممزياناش ومرة يقول انا ميتا وكل مرة وشنو يختار عليها وشو نقول لكم بدلت النمرة ومعرفش مينك يجيبوها وسبو القذف جميع انواع جاله عايت من بدل عايت من بلوكي ولا كينوالو عايت فغادي نكسب سميته على نمرته وغادي نخليها لانه مكيرتاحش والله اذا خمسة وثلاثين ميساج ما بين غير البارح واليوم وما كنقراهمش اللي انا وعييت من القراية جالهم انا الشي كله ما قادراش ندكلاري بيهم عارتوا لاش لانا اتا نقول بحيلة غادي ندكلاري بالمرحوم هكتا نفكر في دماغي دعيوا معي يا سبرني الله هذي حكيتي للأسف الشديد كنت بغيتش لا تفاصل في هاد الحكاية لكن عييت من صف تلوبنا وما كتجوبنيش كانت من انا والحالة ديلا تكون مزيانة غير هو عفاكم باش تغيروا لي هنفسي تخليوا لرسائل زوينة ايجابية وانا من هاد المنبر غادي نقول ليك ما تكونيش عافك عاطفية كتر من السيادة هاد الناس اذا ما اعطوك اشتساع خاسك تربيهم ودكلاري بيهم باش انا ما يعطوك اشتساع ويخليك ترتاحي اذا كنتي ميسرة الحال بدلين مدينة باش انك تحافظي على السلامة دي النفسية ديالك وتقدري تستمري الحزنتي يكون في القلب ماشي في الظاهر ولكن هذا كان قدر الله احنا ما انتبزش مع القدر دمولانا الله يرحمه يستعلي دقيقات القبور ويرحم الجامع ويصبرك لانه ورحم ماشي سهل غير هو عافك ادكالاري بيه حاجة واحدة اخرى اذا شخص عندكم في غيبوبة اللي يحفظ الجامع حاولوا اتضروا معاه لانه سبحان الله كنت شوفت واحد الوثائقي انه الانسان اللي تكون في غيبوبة تسمى مرحلة بلا ماغ امينات انه تكون مابين الحياة ومابين الموت شخص واحد كانت يعود انه في المرحلة ديال غيبوبة دياله تكون تسمع العائلة دياله الروح دياله تبدأ كتتر وكتشوف ما هو واقع شخص واحد فاش خرج من الغيبوبة يقدر يقول ما هو واقع انا غضي خلي لكم التحت محبة مني لكم وغادي باش نزيد شوية التقافة غادي نخلي لكم التحت واحد دوكومنتار اللي غادي تفاهموا في هاد الامور امينات اذا عندكم شاعد في غيبوبة غضروا معاه تكلموا معاه لانه وتيسمعكم وتيحس بكم غير هو تكون مابين عالمين الهيهو هنا ربما كنت به به المطاف ربما كنتهي به المطاف انا ربك يعطي فرصة واحد اخرى في الحياة هذه كانت حكايتنا الليلة كانت منها اني نكون فيدتكم بها حاجة واحد اخرى بغيت نقول لكم انه قبل ما كانت زوجه كان بغيو السيد اللي احنا معاه ولكن ضروري خاصة تكون العائلة دياله ولو 80% في هالامل 60% في هالامل لانه واذا كان فيها السحر العائلة كانت تعطى السحر وقت عيدا من رحمة مولانا صعيب اننا نكونوا مع السيد واذا كانت حكاية الليلة مؤلمة جدا لانه صاحبة الحكاية كانت صعيب وهي كانت تحكي لياما كانت تحبس بزاف كانت تكتبك بزاف وكانت الهضرات دياله غير واضحة فكانت تمنى الله انا وشافي الغليل دياله الحمدلله انا ربي ارتقنا بوحد نعمة ديالنسيان وان شاء الله غادي شافيانا متأكدة غادي دوس سنة سنتين تلسين ربما ما غاديش تنسى الشخص ولكن غادي تنسى ذيك الجرح وذيك الآلة فدومتم في رعاية الله وحافظه حيث ما نقول لكم ان شاء الله تغطى ما تبخلاش ايانكم تغطى لاتير الاعجاب وانكم تشتركوا هاد القناة مع احبابكم وصحابكم ومقاعد الناس اللي كتبعوه باش يستبدوا معنا و سلام سلام